والحرية والتغيير اساسا مبنية على خطة العاطفة. هو ما بقدم لك مشروع. هو بيجي بتباكة. بيقول لك عين ظلمونا. احنا كنا ماشيين بس الميتنا قاموا كتلونا. احنا كنا انت بتا بتمشي تهبش لكن. انت ما بتمشي في الشارع عديل. لما نربوك بيسخم معاك. هس انتو اكتر من الرحمة المدية كلها البرهان دي. انتو ما مصدقينها ذاتو. البرهان دي مفروض يجي عفصكم عديل تحت الدبابات دي. لاتنما اخدر راحتكم. ولو كمان بتطلع تقولوا واصلنا واتصلنا معاو. بعد قلة ادبكن دي. الناس مخلياكم. اول من ايه زول يعمل لي حاجة تطلع وتتبكوا. العاطفة. اللي هو ما قادر يقدم لك حاجة. ويديك طرح مغنع. بيجي يقول لك انا والله مظلوم. ما قادر اعمل كده عشان الكيزان في النظام السابق. الكيزان انتهو سنة الالفين وتزعطاشر. فاضل فيهم باقي. فاضل فيهم باقي لحد بتاني. لحد الليلة. فيهم من الفين وتزعطاشر لحد شهري عشرة. الفين واحد وعشرين. دي مسئولية الحرية والتغيير. مفروض يحاسبوا. لكن لما نطلع اه ياسر عرمان يقول احنا تجربتنا فيها فشل. وحنصلحها. وعمل له كيان جديد اسم متقدم عشان امسح الاسم الجديم بتاع الحرية والتغيير. وابدلين من الاول. ويجب فيها ذاتو حمدوك. لا احنا لحن حاسبك. ات من الكيزان دي من الفين وتزعطاشر. شهري اربعة ما مسكتهم دخلت هنا السجون ومسكت اموالهم وعرباتهم وسكنت في بيوتهم. سكنت انت زادكم ما دعامة ما سكنت في بيوتكم. ما من حقك يا هيا بطيب تقعد في بيت كوز. ولا في فندق تبيت فيه 24 ساعة. الموضوع ده اموال الشعب السوداني سكنت استردها وزارتها المالية. انتو زادكم ما دعامة سكنة البيوت وسرقت عربات الناس دي. ودخول الاوض بتاعت النوم وسرقت الدهب. وفاتحة دولاف جبلي في تياب. وزاد بابيكر ولا الدهب بتاعنا مالة ومالة. بتكلم عن البشير. في حسابه 20 مليون دولار كل شهر مجنبة. ويني يا محمد الفقيه ويني يا وجدي صالح. لكن انتو دخول الحرومات ده ما انتو العلمتو للقاحة للدعامة. وعشان كده مادر انو نطلع فيها. من البيوت. انتو المادارين الدعم السريع يطلع من البيوت. بقى ما عندهم مشروع في قعادهم في البيوت. ما عارفين تعمل اشنينتو. والناس راجع بالمناسبة. انا بس دارة طمينكونا قاحاتها. والله العظيم ما حلتمشو ما حدلقو. الموضوع ده ماشي كويس. اصبر. القاحاتة مشروع بالتباكي. قال يا اخي الكيزان هم قاصديننا. قلنا لنا الكيزان ده لحد دي 2019 بالنسبة لين احنا انتهو. وما عندهم وجود. خلص. ولا شفناهم في 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 اي معركة سياسية ظهروا الان. بغياداتهم اتكلموا ولا تبنوا حاجة ولا قالوا ولا قالوا. لا لا ما فيه. مدخو مدخو ما نساي. بشيلوا انتو الصباح الانجازات حقت الشعب السوداني بيطلصوا قافي علي كرتي. علي كرتي عملوا الاستنفار عامل الشعب السوداني ازول. انتو اللي بتنفخوا في الكيزان. انت اواجد اللي بتنفخوا في الكيزان. ببلاداتكم. انجازات عمل الشعب السوداني منسوبة له. ولا حق ولا ولا الفضل يعود للقوات المسلحة. الفضل يعود للشعب السوداني. انت بالشيولات هدوها للكيزان براكم ما في كوى الظهرين. الحاجة التانية اللي قلوا انو معركتهم مع الكيزان فاشلة. وانها هي ما حتخدمهم. قام وجهها انظاره للجيش. قال له يا اخي الله الجيش علي كرتي. البرهان جابوا منو. جبتوا انتو. ما تسكتوا ساي طيب. لا 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 ما دارفعوا تمن غلطة في اختيار البرهان. طيب تعالوا نحاسبكم على غلطتكم في اختيار البرهان. تعالوا نحاسبكم. نحاسبكم في اختياركم ليه يا سير العطا. نحاسبكم في اختياركم ليه كباشي. نحاسبكم في انكم ما اقلتوا اللجنة الامنية. نحاسبكم في انو البرهان ده كان عسكري فريق اول. اديتوه فريق. اديتوه فريق اول وبقيتوه اسم اجليسيها ده. تعالوا نحاسبكم في الكلام ده. لا لا هنا ينطلوا منهم طوال لحاسي قال لك عاني جيش هنفلو العمل. الجيش ده قاعد يعمل لمنوا انتو. قاعد يعمل للدعامة. انتو مالكم بتتجرسو. نعم انت بتتجرس مالك. الجيش ده قاعد يعمل شنو. والله الجيش ده فعاله وعماله كتيرة ما بتحصى. والله قصص مأساوية قاعد يعمله في منو. في الدعامة انت مالك متجرس. ما يطلع ميتين ابو ام الدعامة. انت دخل لك شنو. انت حاشرك شنو هنا. حارقك وين. ده سؤال المفروض السئل صحيح. انت حارقك فيها تحت في جسمك. في يدك في عينك. الطلقة دي جاتك انت. ما لك يا زل. لكن شوفوا التعامل العنيفة. الجيش ده رسنا التعامل العنيف هيطلع ميتينك عديل. انت الكلمة طلع الميتين دي انت ما فاهمه ولا شنو. الجيش ده يشبطنك يشيلك يربطك بمصرانك. انت ما هيخليكم. فان احنا موضوع الجيش بيعمل ده بيعمل لمنوا. بيعمل الدعم السريع. انت ما لك فاتح خشمك. انت فاتح خشمك ليه? بالطريقة دي لكن ما حتصل. العقل حنصل بالطريقة دي ووصلنا وانتهينا. لا يمكن انت تخفل انه حميتي مات. دي لا يمكن تخفل منها. لا يمكن تخفل انه قيادة الدعم السريع في الخرطوم اتدمرت. انت ما ممكن تخفل من دي. لا يمكن تخفل انه مشروع الدعم السريع تسعة شهور ما قادر يقدم مشروع للشعب السوداني. تدمير اكتر من كده شنو? انتصار اكبر من كده شنو? لا يمكن تخفل في النهاية مرحلة انه قادة الدعم السريع الان اصبحوا مطاردين ومجرمين موصوفين بالارهاب. الطالعة فيه طالعة فيه مذكرات عديل. انت ما ممكن تخفل من الحاجة دي. لا يمكن. الجيش انتصر. ودمر مشروع الدعم السريع. وديت اسطيبات. لو جينا قلنا لهم انه اصعب حرف في الدنيا دي حرب المدن ما هيستوحبوا الكلام دي. لو جينا قلنا لهم انه تسليح القوات المسلحة فيها اسمها المدفعية عطبرة فيها اسمها سلاحة. يا اخي ما ممكن تيجي طيارة مثلا ماشا في الشارع كده تيجي داخل لاح الا. جيشنا ما كان بعرف الحاجة دي. الدبابة في نص الشارع بتاع الكلاقلة تلف من صنقعة تطلع في السوق. ما كان عندنا الكلام. ما ممكن تسوق لك الدبابة في حتة زيدي. لانه ممكن يطلع زول من الشارع البجال الدروع بتاع الدبابة اللي تخد فيها ولا تفتح الباب تتنليب لها جوه. ودال حصل. ما عندنا ما اخدنا معركة زي دي قبل كده. بالطريقة دي. القوة المؤهلة من الجيش تعمل الحاجة دي. اعديناها وسلحناها في الجيش اسمها الدعم السريع. ما كانوا بيرقبوا دبابات. كانوا بيرقبوا تأثشارات. سواقته سهلة. تسليحه سهل. تسخيره نوع السلاح الشاهل وسهل. عشان كده حرب المدن انتصرت فيها الدعم السريع بين خبرة والتجربة من القوات المسلحة. القوات المسلحة كانوا بتكلف ناس السوق وطيارات. وبتكلف ناس السوق وتأثشارات. حصل خلاف بينهم. المنتصرة الزوالة اللي بيقدر يدير الموقف هنا. معركة المدن. الجيش اذعلم في في المعركة. واتدرب عليها في المعركة. وأجادة في المعركة. وقدم شهداء في المعركة. وقدم أبطال في المعركة. وقدم صامدين في المعركة. وانتصر! وبعد انتصر. المعركة حساباتها مختلفة لا 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 هم ما يفهموا الكلام دي اعزار. لا دي ما اعزار لكن. المعركة بتحت المدن دي بتختلف. الجيوش بتمشي بيه المتحركات 900 نفر بيجاي 900 نفر بيجاي 900 نفر قدام ما بقدر مشي لك بقى فيه الصالحة ما بقدر ما ينفع مفروض يكون فيه غطاء جوي غطاء بعدين تيجي الطيارات الطيارة تيجي ماشي فيه بيفتح السجيب بيطلع له رضاع بيرميلك الهليكوبتر اشتغل لك كيف حسينه الجيش بيمشي فيه تشكيل مناطق مفتوحة عمرنا دو كله بنحارف فيه مناطق مفتوحة ما حاربنا فيه مدن دي اول مرة بعدين المشكلة التانية انه البحارب ده بات بيته ما قاعد يرسل يشوف اولاده وبيته ومرته وهو قاعد في المعسكر بتاع المدرعات عشان ما تسقط المدرعات عشان ما تسقط القوات المسلحة عشان ما يسقط السودان التجربة ده انت ما شاعره لكن ما بدي تتكلم بيروحك انت قاعد مع ولادك من دولة لدولة حين بيلجو العسكر المحاصر تزع شهور ما ماش حاصر نفسه حاصره الدعم السريء قدين المحاصر لا يمكن تدينه طبعا حرية تغيير خلت الزنبلك بتاع الكيزان كانت مسكلينة نوامة نططلينة في موضوع انه الجيش ده زات والجيش ده طبعا الجيش ده ما فكر تتكلم فيه اي زول في الجيش ده انتو تجبتوه وكنتو بعدين عندكم في عندكم القلم والسلطة مشيتو شاركتوهم وشاركتو الجيش في وثيغة دستورية وشاركتو الماليشي تحت الدعم السريح في وثيغة اطارية قدتو غير الجيش ده ما في زول عرسكم مشيتو له براكو الراكدين حماتي ده البشير خلى لكم حارس في الحدود اسمها حرس الحدود قدتو مشيتو معي حماتي وصلتو مرحلة تقول له تعيير رئيس الوزراء اتبع للدعم السريح في الاطار ما مكتوب مالكون ما اعلنتو الاطارية حس الفصاحة الكتيرة والحياة المدسدسة ويقولتو يا الجيش امشي طلع علينا الاطار ده قدتو هاتبين فوشنو لما نوصبتو النقطة 13 قدتو اكتر من تي ده ما منتكلم للناس لحد دي عشان الموضوع ما يبوص بالكلام الكتير دي ما تصريحاتك يا بتاع المؤتمر السوداني قبل الحارب دي مش تصريحاتك قدتو احنا ما بنعرض الاتفاق الاطاري حتى يكتمل عشان النغاشات الكتيرة والكلام الكتير ما قدت الكلام ده انت مش هيتو هدايتو حميدتي انتو مش منصب سياسي مش هيتو شاركتو في الدولة عديل الليلة انتو حليفو فما تتكلم في الجيش ولا تتكلم في اخلاق ولا تتكلم في سلوك ولا يتوجينا انتو كلهم الجزم